اشتركوا في القناة في القناة الاسيوية التاسعة عشرة اضافت العداء وينفرديافي ميدالية ذهبية رابعة للمملكة وذلك اثر فوزها بسباق 1500 متر عدوا للسيدات فيما حققت العداء مارتا هيرباتو الميدالية البرونزية في ذات السباق هذا وكانت العداء أولكيمي اديكويا قد احرزت ذهبية سباق 400 متر فيما جاءت العداء سلوى عيد في المركز الثاني لتحرز الميدالية الفضية كما حقق العداء بيرهانو بيلاو المركز الاول في سباق 10 الاف متر بينما حصدت العداء هاجر الخالدي الميدالية البرونزية في سباق 100 متر وفي منافسات 400 متر توجى عباس يوسف بالميدالية البرونزية ليرتفع حصاد مملكة البحرين بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة إلى ثماني ميداليات ملونة منها ثلاث ميداليات ذهبية في صدارة الدول العربية المشاركة طبعا كل عادة ما فيها أي قصور من الألعاب القوة بس الحمد لله مبروك للبحرين اليوم حققنا خمس ميداليات من بينهم ميداليتين ذهبيتين وختمنا اليوم بفوز هاجر الخالدي حققت الميدالية البرونزية في 100 متر وأنا متأكد في اليوم القادمة بتقدر تحقق الميدالية الذهبية وأيضا أخوها السعيد الخالدي يمكن ما وصل إلى منصة تويج بس حقق رقم 10.15 سنة في 100 متر فأنا متأكد هو بعد في اليوم القادمة بيحقق ميدالية للمملكة البحرين أنا فخورة طبعا وفرحانة أن أنا قدرت أحقق ميدالية من الميداليات الثلاث وقدر الله ما شاء أفعل الصد صادني شد على آخر أمتر بس ربي لك الحمد قدرت أن أنا أثبت تعب لأربع شهور اللي كنت فيها مع سكرة برع الصد كنت أطمع حق الذهبية بس نفس ما قدرت لك قدر الله ما شاء أفعل والحمد لله رب العالمين قدرت أرفع على مديرتي وهي يعني فخر لي وباب حق البطولات إن شاء الله اليوم وإن شاء الله الأمبيات باريس يا رب وفي مسابقات كرة اليد حسم منتخبنا الوطني صدارة المجموعة الأولى ضمن منافسات الدور الرئيسي بعدما تمكن الأحمر من تحقيق الفوز الثالث بالمجموعة على حساب شقيقه الكويتي لواجه بذلك المنتخب الياباني يوم الثلاثاء المقبل في دور نصف النهائي بطموح التأهل وتحقيق الميدالية الذهبية الحمد لله رب العالمين على الفوز أشكر أخوان اللاعبين على المجهور في المباراة اليوم أعتقد مباراة كانت صعبة اللاعبين كانوا في الموعد أخذنا البطولة على مراحل مرحلة الثانية انتهينا منها عدنا مرحلة الثالثة إن شاء الله المباراة الجاية إن شاء الله الفريق يكون في الموعد والفريق في نسع التصاعدين من مباراة لمباراة الحمد لله رب العالمين الفريق الياباني يعني من قبل ثلاث سنين نتوقع أن ما شاء الله جاي يتصاعد كل سنة عن سنة أزيد نتوقع أننا خسرنا منهم مبارتين أو ثلاث ما أذكر يعني الفريق الياباني ما هو فريق سهل فعلينا نحضر إليه والباقي التوفيق بيد رب العالمين إن شاء الله هذا وتواصل مملكة البحرين إنجازاتها الرياضية في مختلف المحافل الرياضية وحصد العديد من الميداليات والألقاب ووصولها إلى منصات التتويج ما يعكس مكانتها المميزة في مختلف الألعاب إقليميا ودوليا